السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف قيتوا لبس عليكم كل شي مزيان كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله يا رب مرحبا بكم مرحبا بالناس جداد اللي نضموا القناة ديالي كنقول لهم مرحبا بكم في قناتي اللي هي قناتكم وصفات وأفكار بهية قناتنا جميعا وكنشكركم بزاف وشكرا على ذلك التعليق زويني ديالكم اللي كتخلوا بلي يا رب تحفظكم وتعطيكم حتى أنتم ما ما تمنيتوا اليوم إن شاء الله سنحضر معكم هات حلية كيف مبنت لكم في الفيديو كاتجيل ديدة بزاف البنات والله كاتجيل ديدة ديدة بزاف وأهم حاجة هي اقتصادية وما فيهاش بزاف مكوينة عندي هنا يا كيفما كيبير لكم عندي ساندة أربعات المعاقد ساندة وعندي ستاد المعاقد ديالنشا وعندي البسكويت 絲타 بحتيorse لدي وعندي الياغورت بستاج وعندي سبيب وعندي هذا هذا بالنسبة لنسبة البسكويت البنات انstalk أوريو اضفتAN والجلي اضفت تحنن نحضر الحليب نحضر الحليب نضيف دوك ربعاد المعالقة الساندة حيث تبقى على حساب الضوء خفو الكترون مهم انا هذا الشيء تستاذ المعالقة للنشاة في طرق الحليب نحضر الحليب ونضيف حليب اخلط الحليب حيث تضيف حليب ونضيف حليب لنضيف الحليب ونضيف حليب من الوضع الحليب نضيف حليب حتى لا تزول أيدكم تحرك حتى ترى الكريمة سوف نضيفه بسكويت اذا اتبعوا معي الفيديو حتى الاخرية سوف نجح معكم هذه التحلية واقتصادي حمر لكم مهم انا سوف نضيفه و ارجع معكم ان شاء الله ثم على ان نحرر كويت اضيفه البسكويت خلطه و نضيفه على بيسكويت و قد اضيفه البيسكويت اضيفه البسكويت اضيفه اي نوع يوجد بيسكويت سوف ننضيفه تحن كيفية تحن البلد ونضيف تحن المونينكس سوف نتحن الى مونينكس أو تحنه بالطريق بالطبع سوف نتحن الميكسور سوف نتحن الى مونينكس انا ونرجع معكم ان شاء الله بعد أن تحنت البلد احتكى تحن المونات مستطيع التحن المزيد لا دعوتكم ونرى التحن كيفية تحن يجب أن نضيف الكسن لهم الكيميائي يجب أن نضيف الكيميائي أعطاني الحليب أضحة الكيسن هم سنعجبون لفق الفقل سوف نضيف الكيس لحليب علمت بالتبارد في الدلاجة وتحين الأساوة والإ nhiكار ومشاركة نضيف الياهورت كامل ديالي نخوي في ذاك الإناء مهم خليكم على فيديو والطريقة ديالة تحضيرها سهلة ومهم أي ياغورت كيجي عجبكم ضيفه مهم هذا ديال البيستاش كيجي في صراحة كيجي زوين وكيجي لديد كيعطينا واحد نكها زوينة بزاف بغيتو تديرو ديال الاناناس ولا ديال الخوف ولا شي عاجو مهم كيبقى لكم الإختيار ولا تلفار ولا مهم أنا كيعجبني هذا ديال البيستاش كيجي زوين بزاف هات حلية صافي خويت ديالي كامل خويتو كنضيف علي هاد الزبيب هاد القرقاح عندكم البنات شكلات ضيفو تشكلات كيجي زوين ضيفو شكلات كيجي زوين مع هاد مع هاد مع هاد تحلية هاد انا مقاش متوفر لي عفوان شكلات اكتافي تغيب هاد شي مهم اهم شي كتجي لديده بزاف ستبق الله كيفاش كتجي را كيجي تهو كريمي راكم عارفينو كيجي تهو تقيلو كيجي كريمي مع هاد تحلية ديالنا انا مبعد تحلية ديالي ما بردت مهمة بردتش مزيان البنات ولكن مهمة را بدتك تشد راسها مهمتو ما عندكم الوقت خليوها تبرد مزيان حتى تعقد مزيان مهم هاد تحلية كنتو بغيين تاكلوها كف مور العشاء ولا شي حاجة اضفوها بكريا لبنات وخليوها تبرد باش كتعقد وكتجيزوينة بزاف مهم انا صابتها مع طلع شوية ولكن مشي مشكل صافي كنبقوا ندرو ذاك البيسكويت ديالنا من الفوق وفي الاخر كنقضوها كابل معاقا كنقضو على الجنبة ديالنا نراكي جيزوين بغيتو اضيفو بسكويت البيضة لبنات اضيفو الشوكولات ديالكم في التحلية اضيفوه مع الحليب كترجع ديك تحلية ديالكم سوداء كترجع مهم وضيفو عليها البيسكويت هاكا البيسكويت مهم بسكويت عادي هاكا بيتضيفوه كتعطا عودها للون زوين وكتجيزوينه بزاف صافي كنخلطها تشيم زيان هاكا كنعودو نخلطو بهذا صافي وغادي نبقا نقوم في ذاك الكؤوس ديالي اللي درس كاملين كنبقا نقادهم صافي كتقبل ذاك البيسكويت مزيان من الفوق وفي الآخر كتبقوا تقادوا بمع القادية لكم بش كيجيكم ذاك البيسكويت ديالكم فيني من الفوق وصافي بغيتو تخليو شوية البيسكويت ديرهم من الفوق اخليوه بغيتو تخليوه تكسافي وبيغب ها الطريقة اخليوه مهم انا غديرها الطريقة هاديرة كتجي رائع بزافو كتجيزوينه صافي كنعمر الكؤوس ديالي كاملين وغادي ردها لتلاجة حتى تبرد مزيان مهم انا را ما كانش عندي الوقت اللي بنت بزاف ومهم خليتها بردت شوية وخشد راسا مش ديش راسا مزيان ولكن غادي تشوفه في الآخر وحد الكس بقى حتى الصباح كتولي كتولي في الصراحة كتولي شاد راسا مزيان وكترجع متماسكة وكيولي في الصراحة زوين بزاف مهمة الطريقة هاديرة زوينة بزاف البنات وكتسهل عليكم الامر هكا لكا نجين عندكم شي ديوف ولا شي حاجو بغيتوا تصوبوا شي تحلية بغيتوا تصوبوا في ايناء كبير صوبوا هكا العائلة كتكون عندكم افراد الاسر كبيرة صوبوا هكا في شي طابق مهم يكون كبير بغيتوا تدورها في الكؤوس هكا ضيفوها مهم كتبقى لكم الاختيار ضيفوها في اللي عندكم البنات الاهم شي كتجي لدي دوزوينة شتو كيف جد تبارك الله جد زبينا بزاف وجد اللي دا مهم كتعجبوا ليداتنا وتعجبوا ليداتكم حتى انتمين ان شاء الله ودك زبيب راكم عارفين زبيب والقرقاع وهذا اعطاول لوليداتكم راكم عارفين لوليدات كيف يبشيوا الدراسة اعطاوهم هاد الاشياء بحالها كرم زوينة بزاف وغادي يفيدوهم في صحة ديالهم مهم انا كنبغين شاركوا معاكم وصفات ديالي كاملين كنبغين شاركوا معاكم البنات ما كنبغين نخبع عليكم تحاجة انتم اللي كانوا كيعجبوكم الوصفات ديالي ما تبخلوش عليا باللايكات وتبرتجوا معايا القناة باش تكبر قناتي ونزيد نعطاكم الكثير من الوصفات البسيطة والسريعة اللي ضايقة توجدوا كجي لدي دا وناجحة انا ما كنبغيش نبخل عليكم وكان بغين حطلكم وصفات ديالي ناجحين بزاف اشتوا هاد الكسر البنات هادا ولي قلت لكم خليتوا بقى تلصباح هاد الكسر شو كيفاش ارجع ارا كترجع عاقدة بالسف كجي زوينة كتقى متماسكة وختميلو الكسر عما تتكبش كجي زوينة بالسف شو كيفاش كتجي كتبقى متماسكة وكتجي لديدة ولعجبكم هاد الفيديو شاركوا معا الاصدقاء والاحباب واسلام عليكم